واصلت مستشفيات وزارة الصحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن حيث تم إجراء 2633 عملية شملت عمليات القلب المفتوح والقسطر القلبية والمناظير وغسيلة الكولة وجراحات أخرى منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى اليوم واشارت الصحة إلى أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة والمدينة المنورة والمشاعر من الحجاج بلغ أكثر من 28 ألف زيارة في حين بلغ عدد المراجعين للعيادات أكثر من 60 ألف مراجع كما بلغ عدد المراجعين للمراكز أكثر من 300 ألف مراجع فيما بلغ عدد حالات الدخول أكثر من 4000 حالة في حين بلغ عدد المنومين نحو 900 حاج ترجمة نانسي قنقر